مناسبة ان سيادة اللواء حمد الحديدي يعني يبقى عم الشهيد ياسر الحديدي طبعا ياسر الحديدي ليه صيت بين الابطال في سيناء وبنته عالية لزاملتني فيه هنا في البرنامج وفي الازاعة ولو تتذكروا عالية من البنات الجمال اللي كانوا موجودين معنا ودي صورة الشهيد ياسر الحديدي عائلة من الابطال يعني بيتوارسوا هذا الموضوع خليني اروح للعائلة يعني استاذة مروة خليني كده يا طبعا انت عدت مع جدك واسمعت القصص مرة واثنين وثلاثة بلغيني كده عايز اعرف منك انت منت الجيل الجديد وما شفتوش الكلام ده خالص بيجيلكم ما شفش الكلام ده ومش حاسس بيه لما بتبقي سامعة جدك بيتكلم وشايفة صحابك اللي في سنك مش حاسين بتحس بايه انه الناس دي تظلمت يعني ما خدوش حقهم كويس انه الموضوع يتقدر قوي مع الاجيال الجديدة يعرفوا قيمة التضحيات اللي حصلت وانه تم ان الارض ان احنا الحمد لله فيه سلام بقالنا سنين وفيه بلاد تانية في حرب فكون انه كمية التضحيات وحد مثلا زي جده نص عمره قاعد باصابة انه هو لما تصاب كان في الاربعينات فالناس دي فيه يعني لسه ربنا ما تديهم الصحة وقاعدين باصابات لا يعني ضحت بحاجات ناس تانية ما توعيهاش ناس شباب كتير جدا في السن اللي احنا فيه اي حاجة صغيرة تعوق الامل اللي انا حطاها في دماغي او مشكلة كبيرة او صغيرة انهيار وما فيش صبر ما فيش حكمة ما فيش التوكل على ربنا وانه اكيد فيه بديل احسن انه اكيد ربنا رايد الخير الناس دي يعني هو مثلا على مستوى الشخصي اللي انا حضرته لا هو فيه مواقف كتير جدا تحدى فيها الظروف اللي هو فيها وانا يمكن عمري ما حسيت انه هو عنده حاجة يعني نقصة عني او اي شيء بالعكس هو عنده صبر عنده يعني تتعلم منه انه ما فيش حاجة اسمها مستحيل تتعلم منه انه لازم دايما يبقى قدامك هدف ولو ما حصلش فيه بلان بي سي ودي ولازم تفضل ورا اللي انت عايزه هو عمل بلان بي في القناة في وسط القناة فانا فعلا اللي بلمسه في الجيل بتاعي او الاصغر او الاجبر انه فعلا اي مشكلة صغيرة او اي اعاقة او اي امل بيروح انا بافقد الامل وبكتئب وبنجرف في طريق تاني تماما مفيش الصبر مفيش الامان بانه اكيد فيه بكرة احسن وانه ربنا رايد انه ده ما يحصلش عشان الاحسن ده هيحصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة